بشرة صارة للطلاب وأولياء الأمور من وزير التربية والتعليم إلغاء نمازج الامتحانات من الأمور المفاجأة لدى أولياء الأمور الطلاب والمعلمين لهذا عمليات البحث قائمة ومتزايدة بصورة كبيرة للتأكد من صحة تلك المعلومة حيث أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قد أطلق قرار بصورة رسمية بإلغاء نمازج الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية وفي هذا الصدد سوف نستعرض كل ما صدر عن هذا الموضوع قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي مؤكداً أن الطالب سيدرس مناهجه كاملة حتى نهاية عام الدراسي وبعد ذلك سوف تكون الاختبارات من خلال قياس التحصيل الدراسي والفهم ولهذا أكد بعدم أهمية وجود نمازج استرشادية بتجعل الطالب يقوم بحفظ الأسئلة المتوقعة كما كان في أعوامه الماضية أثناء مدخلة هاتف مع برنامج على مسؤوليتي والذي بيتم تقديمه من قبل الإعلام الكبير أحمد موسى من خلال قناة صدى البلد فقام حين إذن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قائلاً نحن الآن في مرحلة همة من أجل تطوير التعليم المصري ونفعل كل ما فيه وسعنا من أجل وقف الدروس الخصوصية وجعل الطالب لا يعتمد عليها والبداية كانت مع طلاب الصف الرابع الابتدئي وقد تحدث الدكتور طارق شوقي أثناء مدخلته الهاتفية عن جميع الشكاوى المقدمة من قبل أولياء الأمور بخصوص المناهج الدراسية خصوصاً للصف الرابع الابتدئي وقد قال أيضاً البعض يسير خلف موجة السوشال ميديا وينتقد من أجل الانتقاد وهذا الأمر لن يغير من خطة الوزارة فنحن مستمرون ولن نتراجع عن تطوير التعليم في مصر مهما حدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر